من جانبها أعربت كبير مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان نيلة حجار عن شكرها لمصر رئيسا وحكومة وشعب على المساعي الطيبة لتعزيز السلام في السودان وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد دائم للتنصيق مع الشركاء الدوليين لدعم كل الجهود التي تصب في مصلحة إيقاف الحرب لقد دخلت الحرب في السودان عامها الثاني ولا يمكننا أن نسمح باستمرارها لفترة أطول فالمعاناة اليومية للشعب من مخاطر الحرب تحتم علينا جميعا أن نبدل كل جهد مستطاع لإيقافها وإعادة الأمن والإتمئنان إلى هذا البلد والسير به على طريق الازدهار والتطور في الختام يشرفني أن أنقل إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا تهاني السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على مساعيها الطيبة لطرقية السلام في السودان كما أتقدم من كافة المشاركين بتحياته وتسجيعه لهم بالإنجاح هذه الفرصة السانحة لجمع شمل السودانيين وبناء مستقبلهم في كنف الإخاء والتضامن وأشكركم جزيلا شكرا على كرم الأصغاء ترجمة نانسي قنقر